اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فاذا احصلت فان اتين بفاحشة انت عليه فعليهن نسخصوا على الوقناة من العذاب وابت بمن خشي ونعنة منكم ان تصدقوا خور لكم والله افور الظهيم يريد الله ليبذن لكم ليهديكم سنالا لذينا من قبلكم يتوب عليكم والله عظيم الحكيم والله يريد ان يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهدات ان تميلوا ميدا عظينا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان غريفا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا انبابكم بينكم بالباق ومن يفعل ذلك غزالا وظلما فسوف نقضيه نارا وكان ذلك الله يسيرا ان تجتنبوا كباء ربات هولا ان تكثر عنكم سجئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخدا كريما وَلَا تَتَمَنَّ الْمَا فَغْلَ اللَّهُ دِهِ بَاغُكُمْ عَلَى بَاغُكُمْ وَلِلْرِّجَالِ نَصْيبٌ مِنَّتَّسَرُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَصْيبٌ مِنَّتَّسَرُوا وَاسْأَلِ اللَّهَ لِنْسَغُلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَالَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيُّهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَذَابِيًّا مِنَّا فَغَتَذَا لِذَلِهِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَنْذَلِكُمْ فَآتُوهُمْ فَآتُوهُمْ نَصْيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَالَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ كَالَ عَلَى اللَّهَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا يَأَنْفَقُوا مِنْبَابِهِمْ فَالْقَالِحَاتُ قَالِتَاتٌ حَافِغَاتٌ لِلْغَيْدِ بِمَا حَفِظَ اللَّهَ وَالَّكِ تَخَافُوا لَنْفِذَهُمْ لَسَعِذُوهُمْ لَبَهْدُغُهُمْ لَفِلَغَجْعِ وَغَلِبُهُمْ فَإِنْ أَقَالَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِمَّا سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِزًّا كَبِيرًا وَإِنْ خَلْتُوا الشِّقَاطَ بينِهُمْ فَبَعْسُوا حَكَمًا منْ أَهِذِهُمْ حَكَمًا منْ أَهْلِهَا اللي يريداءí اصطابا وفيق الله بينهما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا وَخَبِيرًا وعبد الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقباب الوطمى والوطمى بالمساكين والجاري بالقباب والجاري الجنود والصاحب والصاحب بالجنب والابن السبيل وما ملكة أمامكم إن الله لا يحب من كان مكتبا فخورا الذين يدخلون ويأمغون الناف بالبخل ويكتمون ما آتاه الله المساق به وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا والذين ينفقون أنبادهم جئاء الناف ودعوا يؤمنون بالله ودعا بالجوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا وما ذا عدوهم لو آمنوا بالله والجوم الآخر وأنفقوا مغزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يقدم نفق على جره وإن تكون حسنة يغايفها ويؤثني لدوه أجرا عظيما فطيبا إذا بئنا من كل أمة بشهيد يبئنا بك على هؤلاء شهيدا جاء الله بذن يبدو الذين كفروا وعصب الرسول ليت سببهم الأرض ولا يتمون الضوءها حديثا جاء الله الذين آمنوا لا تقربوا فساء لا تبأنتم سكارا حتى تعلموا لا تقولون ولا جنوبا إلا عابلي سبيل حتى ترتفلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائف أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تبجوا ماءا فتجنم صعيدا قجبا فامسحوا فامسحوا بجدونكم لأيديكم إن الله كان عفظا غفورا ألم تر إلى الذين يكون صعيدا من الكتاب يستغل الغدال فميريدون أن تغل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليجا وكفى بالله نستغيرا إلى الذين هذوا يحذفون الكلم عن مبعض عنه ويقولون سمع لا لا عفقينا بسمع غير مسمع وضعبا للجنب ألسنتهم وقالا في الدين ولو أنه قالوا سمعنا وأطعنا بسمع بانظرنا لكان خوغا لهم وأقوم ولكن ولكن لا عالهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قبيلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقنس أن نقنس وجوها فنغدها على أدبارها أو نلعنهم كما دعنا أصحاب السب وكان أمر الله مثولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استغى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يغدنون فطيلا انظروا كنت يبتغون على الله الكذيب وكفى به إثما من مجيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نسئبا من الكتاب من بالجيب تبقى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لا علهم الله ومن ينعم الله فلن تجد له نسهرا أم لهم نسئب من الملك فإذ الله أتونا الناس مقيرا أم يحشدون الناس عدى ما آتهم الله من فغله فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فآتناهم ملكا عظيما فلهم من آمن به وليهم من قدعه وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ النَّذِينَ كَفَرَ بِآيَاتِنَا ثَوْبًا صَلِهِ النَّغَى كُلَّمَا نَغِجَتْ جُلُوبِهُمْ بَجْبَلْنَاهُمْ جُلُوبًا غَيْغَهَا بِيَيُّقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَالَ عَجِيزًا حَفِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخُلُهُمْ جَلَّةٍ سَبِلٍّ تَحْبِلًا أَنْهَاءُ وَقَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَجْبَدٍ مُطَهَرَةٌ وَنُدْخُلُهُمْ وَنُدْخُلُهُمْ جُلًبًا غَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُغُكُمْ أَنْ تُؤَدِّلْ أَلَالَاتِ إِلَى أَهْبِهَا وَإِذَا حَكَلْتُمْ بَيْنَ الْبَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا بِعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَالَ سَمِيعًا بَصِيْغًا يَا أَذُّهَا الَّذِينَ آلَمُوا أَطْمِرُوا وَهَرَاتُهُ الرَّسُولَ لَأُولِيْ أَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ كُشِئٍ فَرُدُّوهُ الرَّلَّهِ وَالْرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِدُونَ بِاللَّهِ لَالْجَوْمِ الْآخِرِ غَادِكَ خِيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْزِيلًا أَلَوْتَرْ إِلَى الَّذِينَ يُبْعِمُونَ أَنْهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُنِغُوا أَنْ يَتْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْقَاءُ أَنْزَلْ لَهُمْ غَلَابًا بَعِيدًا وَإِذَا يَقُلْ لَهُمْ تَعَالَ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُولَ الرَّسُولِ رَأَيْكَ الْمُنَافِقِينَ يَسْكُدُّونَ عَنْكَ سُجُدُودًا فكيف إذا أصابتهم نصوبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحدثون بالله إن أغذنا إلا إحسلا وتوفيقا أولئك الذين يعلوا أولا في قلوبهم فأعرض عنهم بعضهم وقل لهم في أنفسه قدا ببيغا وَمَا أَغَسَلْ لَهُمْ الرَّسُولِ إِلَّا لِي قَادِ إِلَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ غَلَمُوا أَنْفُسَهُ جَاءُوكَ فَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَبَّابًا رَّحِيمًا فَلَا بَغَدِّ وَلَا يُؤْلُونَ حَتَّى يُحِكِّمُوا ذَكِمَا شِجَغَ بينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِرِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهُمْ أَنْ يَقْتِلُوا أَنْفُسَكُمْ أَذِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَدُوهُ إِلَّا قَدِيلٌ مُنْهُمْ وَلَوْ أَنْ لَهُمْ فَعَدُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خِيْغًا لَهُمْ لَكَانَ خَيْغًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْدِيكًا وَإِذَا لَا أَطِيْنَاهُمْ مِنْ لَذِنَّا أَجَرٌ عَظِيْمًا وَلَا أَطِيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتِقِمًا وَلَيْهِ قُلْ لَهَوَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ لَأَنَا عَلَى اللَّهُ عَلِيْهِمْ مِنَا الَّذِيِّينَ وَاسْتُذِّيقِينَ وَاسْتُذِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَاسْقَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جَابِكًا فَأَغْضُوا مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُزُوا حِزْرَكُمْ فَانْفِغُوا ثُبَاتٍ أَذِنْفِغُوا جَمِيعًا وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ نَجِدَتْ فِأَنَّ فَإِنْ أَسْقَابَكُمْ مُقِيبَةٌ قَادَ قَدْ أَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْيَ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَا إِنْ أَسْقَابَكُمْ فَأَجُلُونَ الْوَعِبَ يَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَبَدَّكُمْ يَا دَيْتَ لِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُغُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجُوْطُتَ الْأَوْيَا غُلِيدُ فَسَوْفَ نُؤْثِنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْتَغَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْزِلْبَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْذِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْطَاغُجَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَجُنْكَ بَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَجُنْكَ لَصْيِغًا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الغاغوت فقاتلوا أولياء الشيقان إن لكذا الشيقان كان غائفا أَلَوْ تُرْغَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ بَاقِيمُوا الصَّدَا تَبَآتُوا الزَّكَاهِ فَلَمَّا كُتِبَ عَلِيْهِ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْ هُمْ يَخْشَوْنَا الْنَّاسَةَ خَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشُبَّ خَشِيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا أَلِمَا كَتَبْتَ عَلِيْنَا الْقِتَالِ لَوْنَا أَخَّرْتَ لَا إِلَى أَذَلٍ قَدِيْلٍ قُلْ مَتَاعِ الزِّيَّا قَدِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُغْدَبُونَ فَطِيلًا أَيْلَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُغُودٍ مُشَجَّدًا وَإِنْ تُصْقِبُهُمْ حَسَلَةٌ يَطُوبُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْقِبُهُمْ سَجِّئَةٌ يَطُوبُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤْلَاءِ فَلَا يَكَادُوا لَيَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أفعبك من حسنة فمن الله وما أفعبك من سيئة فمن نفسه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يقع الرسول فقد أقع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيدا ويقول لقاة فإذا برزوا من عندك بجت قائفة منهم غير الذي تقول والله يتب ما يبجتون فأعبوا عنهم وتبكل على الله وتفى بالله بكيلا أفلا يتبغوا للقرآن ولو كان من عند غير الله لبددوا فيه اصلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أب الخوف أذعوا به ولو ربوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبقونه منهم ولولا فأقول الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحدهم مؤمنين أعسى الله أن يكف بأسا الذي لكفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيدا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيفا وإذا حجيتم بتحجة فحج أحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمع لكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين من الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهزوا من أغلى الله ومن يغلل الله فلم تجد له سجولا فتقولوا لو تكفروا لك ما كفروا فتكونون سباءا فلا تستغلوا منهم أولياء عسلاجها في صفير سبيل الله فإن تملوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستغلوا منهم مريكا ولا نصيروا إلا الذين يفتدون إلى قوم بينكم وبينهم ميزاق أو جاؤكم حسيرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ونو شاء الله نسلقهم عليكم فنقاتلوكم فإن يعتذلوكم فلم يقاتلوكم ألقوا إليكم السلامة ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما غدوا إلى الفتنة أغتسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلامة ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تطفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سؤالا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء ومن قتب مؤمنا خطأ فتحريروا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عزو لكم وهو مؤمن فتحريروا رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم بيزاق فدية مسلمة إلى أهله وتحريروا رقبة مؤمنا فمن لم يجد فأصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعبدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ودع له وأعد له عذابا عظيما يا أجه الذين آمنوا إذا غضبتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستغي القائدون من المؤمنين غير أولو الغرار والمجاهدون في سبيل الله بأنبالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأنبالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا ورحيما إنما الذين تغفاهم الملائكة غاب لي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا قالوا كنا مستغافين في الأرض قالوا ألم تكن أعرض الله باسعة فتهاجر فيها فأولئك مأباهم جهنم وساءت نصيرا إن لم نستغافين من الرجال والنساء والجلبال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك آسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجب في الأرض مراغما كثيرا وساعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد بقى أدغه على الله وكان الله غفورا ورحيما وإذا غربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن جفنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوبا مبينا وإذا كنت فيهم فأطنت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليقودوا من برائكم بل تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطار أو كنتم مرضى أن تغعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعزني الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فأسروا الله قياما وقعودا وعدا جنوبكم فإذا قمأ لنكم فأطيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهلوا في بطراء قوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ماذا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرات الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقبالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خبالا أثيما يستغفر من الناس ولا يستغفر من الله فهو معهم إذ يبيتون ما لا يغضى من القول وكان الله بما يعمدون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يقض عليهم مكيلا ومن يعمل سوءا أو يغضي نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتالا وإثما مبينا ولولا فاغل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يغلوك وما يغلون إلا أنفسهم وما يغرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فاغل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجباه إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء من رضاك الله فسوف نؤكيه أذرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصده جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرنا دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد غل غلدا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نطيبا مفروضا ولأظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبكتن آذان الأنعال ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيغن خلق الله ومن يتخذ الشيطان بليا من دون الله فقد خسيرا خسرانا مبينا ويعيدهم بجلنهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأباهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة تجري من تحتها لأنها وقالدين فيها أبدا بعد الله حقا ومن أصدق من الله طيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجده من دون الله فليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو يؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يغدمون نطيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم نذهب لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حليفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السمابات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيقا ويستطونك في النساء يقول الله يكفيكم فيهن وما يتلا عليكم في الكتاب في الجتام النساء إلا في لا تأتونهن ما كتب لهن ما كتب لهن لذلك ترغبون أن تنكحوهن والمستغافين من البلدال وأن تطوموا وأن تطوموا وأن تطوموا للجتام بالقسط وما تسعدوا من خير فإن الله كان به عليما وإن الغاءة خابت من دالها لشوذا أو إعراضا فلا دنا عليهما أن يصلحا بينهما صلحا واسقو الحخير وأوحضيغات الأنفس الشح وإن تحصدوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فلن تستطيعوا أن تعزلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتنغوا هكا المعلقة وإن تصدحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يقول الله كلا من نساعاته وكان الله باشعا حكيما ولله ما في الصلاباته ما في الأرض وإن تتفروا فإن لله ما في الصلاباته ما في الأرض وكان الله غليجا حميدا ولله ما في الصلاباته ما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء ينهدكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد صلاب الدنيا فعند الله صلاب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أزها الذين آمنوا كونوا قبامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أبو البالدين والأقربين إن يكون غليجا أو فطيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهبى أن تعبدوا وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أزها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه والرسوله والجوم الآخر فقد ظل غلادا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ليغفر لهم لا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيا بتغول عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامعوا المنافقين والكافرين في جهنم جميعا للذين يتغبصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحب ذلكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين صبيبا إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يقاؤون الناس ولا يقرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومعنجوا غليل الله فلن تجدره سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجدرنا إن المنافقين في الدرق الأسفل من الله وإذا قلقوا دينكم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أغرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله